الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد الإخوة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل في الآيات التي كنا قد بدأنا الكلام عنها من أواخر سورة إبراهيم إذ يقول الله تبارك وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفات سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذه الآيات ربنا تبارك وتعالى يبين فيها عن أعظم أنواع المكر وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ابن جرير الطبر عليه رحمة الله بالإزناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال مكرهم أي شركهم إذن أعظم أنواع المكر هو الشرك بالله تبارك وتعالى شكد ربنا تبارك وتعالى قال على قوم نوح قال ومكروا مكرا كبارا مكر كبارا طيب مكرهم دشنه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مكر هؤلاء الناس اللي ربنا سماوا مكرا كبارا إنهم اتخذوا أولياء صالحين كانوا بيتقربوا بيهم إلى الله تبارك وتعالى وديه الشرك ذاته اللي أرسل الله تبارك وتعالى من أجله نوحا عليه السلام يبقى ذا اسم مكر وربنا سماوا مكر وربنا سماوا شرك لكن في السودان ما بيسموه لك مكر ولا بيسموه لك شرك بغير الحقائق التي جاءت بها القرآن الكريم بيسموه توسل وبيسموه حب الصالحين وبيسموه ألا لا حب جاءها الصالحين وغير من المسميات التي تسمعها في وسائل الإحلام على لسان المتصوفة ومن ساندهم من جماعة الإخوان المسلمين ومن أكرمهم وقربهم من جماعة أنصار السنة المحمدية كلهم في النهاية شبكة واحدة التوصيل بتاعهم واحد زي اللامبرفير بتاع الموكرافون ده شفتها؟ عنده توصيلات كثيرة لكن في النهاية بيمرك منه مايك واحد مش كده؟ في سماعة بيجاه وسماعة بينه وسماعة بيغير في النهاية مايك واحد كذلك هذه شبكة الوصلة بتاعة واحدة وإلا إنت كيف تكرم لك زول زينا؟ تكرم صوفي سماني من أخطر الطرق ومن أكثر الطرق التي تدعو إلى الشرك الطريقة السمانية مش تجيبوا يا ابتع المركز العام وتكرموا وتدخلوا جوا وتقول لها وحدة الصف يا تصف ذا اللي انتظرت وحده يا تصف الصف ما بوحده كنا الصف بوحده بالتوحيد وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام شكد ربنا مدح الصحابة قال الله تبارك وتعالى الذين يقاتلون قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بريان مرصوص إيه للصحابة عرفت ربنا مدح في القرآن لأنه كان بيقاتل صفا واحدا من أجل توحيد الله تبارك وتعالى إذن ده أعظم مكر أعظم مكر الشرك بالله تبارك وتعالى فلا يمكن هذا المكر لا يمكن نحن نخلي الكلام عنه إطلاقا أصلا وإلا لو تركنا الكلام عن هذا المكر لكنا نحن أيضا ماكرين يبقى نحن ذاتنا مكرين لأن المكر لو ما تكلمت أنت فيه معرأة أنت ذاتك مكر ولا ما كده يبقى لابد من بيان هذا المكر وقد مكروا مكرهم بعد أن يشوف ربنا وصف هذا المكر قال وإن كان مكرهم لتزول منه التبال الشرك ده شي ما هين لا تحسبوه هين ما تحسبوه هين الشرك ده ما تحسبوه هين وما تشوفوه أمري بسيط أخي ربنا يقول لك لتزول منه الجبال الجبال دي الجبال دي دائرة تزول عديل من الشركة البيقعة من الشركة البيقعة من العباد الجبال دائرة تزول لكن للأسف الشديد ينشر لهذا الشركة في الإعلام الشركة الدائرة يزول منه الجبال يجيبوه لك في الإعلام ويسموه بغير تسميته الشرعية عشان يغشوك أنت كزول يعني زول سوداني ومعلوماتك الدينية بسيطة جدا فبيقوموا ويجي خشوك يغشوك أهل الطرق شاكده شوف نحن من دعوتنا في هذه الحلقة وفي غيرها نحذرك من جميع الطرق من غير استثناء كل الطرق الصوفية من غير استثناء نحذرك منها وكل الجماعات وكل الطوايف وكل الأحزاب ما ندعوك أبدا إنك تنتمي لا لي طايفة ولا لي جماعة ولا لي حذب كائنا من كان ما ندعوك أبدا مش لأنه ده كلامنا أو لأنه ده مزاجنا لا لأنه ده كلام ربنا تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بغشوك شوف أي زول من الأحزاب والطرق دي بغشوك بإسم الدين بإسم الدين الواحد لو داري عمل لي طريقة تقالي غشة كيف يقول لي قال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة دي لأسقيناهم ما أنغدقا ده بتاع الطريقة داري غشك ما لازم يجيب لك آية من القرآن تقال بغشك ساقد يجيك بتاع الحزب داري عمل ليه حزب ألا وإن حزب الله هم المفلحون يغشك بيده واحد ثاني داري عمل ليه جماعة عليكم بالجماعة عليكم بالجماعة فإنما تاكلوا الزب من الغنم القاسية واحد داري عمل ليه طائفة ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق كلهم بغشوك والله أي زول بيديك آية وبيديك عديس أنت تكون لاب في كده ما تعرف ذاته تمشي بهنا ولا تمشي بهنا ولا تمشي بهنا أنت عارف الجماعات دي زي الزولة البيجة أول مرة في الخرطوم يجي في كلك في نصف السوق العربي يقعد يسأل الناس أزمع مواصلاته مدرمان بي وين واحد يقول له مش بيغادي يمشي بهناك أزمع مدرمان بي وين ولا لا هناك في جاكسون يجي جاكسون مدرمان وين في شر وين كلها في كده اليوم كل شوفت ما يلقى لزول عشان يركبوا مواصلاته مدرمان شاكدا تعمل حسابك من كل هذه الطرق وهذه الجماعات تعمل حسابك خليك زول حر انت الله خلقك مش خلقك حر هل الله في القرآن قال لك أبقى مع فلان أو أبقى مع علان أبدا الصمافي قال لك تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إنما المؤمنون الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أو كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا تعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما لي طريقة ولا لي حزب لا إلى الله وإلى رسولي الكتاب القرآن موجود والحمد لله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة والحمد لله موجودة هل محتاج أن تمشلك مع ناس لكي تعرف القرآن والسنة ما محتاجها وكل الطواف وكل الطرق وجماعات كلها بتلعب لمصلحة الشخصية بتلعب لمصلحة الشخصية بتاع الطريقة دار يكوم يعمل لكم شان يأكل بتاع الحزب دار لكم شان ينزل الانتخابات بتاع الجماعة دار لكم شان يركب عربات سمحة ويسوي الدار يسويه وإنت في هناك بتبقى دول تابع ساكد مسكين بتبقى دول تابع بتباري شيخ الطريقة مية سنة ما بتلقى منه أي شي بتمش بغادي تبقى ورا الحزب يزمرقك مظاهرات تقورك بس الشارع هو بكون راكب في العربية وقاعد في المكتب بتقورك أنت المسكين فهمتها برضو بتاع الجماعة إنت بتقوم تدافع وهذه الجماعة وما تعرف شنو إنت ما عندك أي عاجة ناس الجماعة رقبين بكاسي ولا نكروزرات وإنت عقل طعمية ما عندك تقع تدافع عنهم وهذه الجماعة يا حتى مسكين ساكد عرفتها فربنا قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني ربنا يعلم هذا المكر وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بعدين ربنا بشرك بشرنا ولا تحسبن الله مخلف وعده الرسل ما تفتكر أنه ربنا وعد الرسل وعد إنه ينصر ووعد المؤمنين كذلك وعد الله الذين آمنوا مكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ربنا وعد وما يخلف وعده أبدا إنه لا يخلف المعاد لكن تصبر الموضوع دائر صبر ربنا بيبتلك كما ابتل الرسل من قبلنا ولقد كذبت الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا صبروا لما انجاهم النصر يبقى ما أتي استعجل لابد من بياني الحق للناس والصبر على أذى الناس أصو الشذفه وأذى في واذا نحن الموضوع نعرف إنه من خلال القرآن ومن خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي في الطايف حرشوا له الشفع والمجانين زي ما أسي بلزولة قد راويش ومرات بلزولة النسوان هرفتها النبي صلى الله عليه وسلم حرشوا له الشفع الشفع بيجاي صفين والمجانين بيجاي والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي في النص ويفلقوا بالحجر يضربوا بالحجر انت قال ده ليه عندهم معاهم عندهم معاهم يعني مشكلة في دنيا لا 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 عشان قال لهم معبدوا الله براه والأولياء ما عندهم حاجة ناسا لاتا والعزة وديل ما عندهم أي شي مع الله عز وجل ولا ينفعوا ولا يضروا عشان قال لهم الكلام ده طوال العدوة بدل عشان كذا نحن الليلة مما نجي نقول البرع ما بيدي جنا ولا الكباشي بدل جنا ولا بينفع ولا بيضر طوال الناس المرضانين بيكوركو الناس العيانين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون بيكوركو طوال الناس المرضانين لكن بإذن الله عز وجل هذه الحلقة عبارة عن عيادة مفتوحة لوجه الله عز وجل قعدنا شي من ذو القروش ولا عندنا سيكرتير إنت بس عال روق المنغة وضعوا بس كيف تقعد في الوطن تعارف من الناس كتار كان بيكوركو هس الآن الحمد لله بيقوا قاعدين طبعا مما يقعد في مغناطيس بتاع التوحيد مما يقعد تاني ما بقوم خلاص ده موضوع انتهى عشان كذا البيكوركو ده ما تشتغل به في مغناطيس على عيادة دي ما بتجذب بتجذب حبة 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 لما نقعد في الوطن فنسأل الله عز وجل ان يوفق الجميع وانا اكتفي بهذا القدر اكتفي به من الوطن طبعا هل ح lee من الوطن imm car اتخف cu